التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هدف الحكومة تشجيع الصناعة الوطنية وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها بالإضافة لحل المشكلة والتحديات التي تواجهها وخلال تصريحات له عقب جولة تفقدية في عدد من المصانع بمحافظة الإسكندرية أضاف مدبولي أن هدف الحكومة الجديدة التنسيق التام بين الوزارات وحل المشكلات بصورة فورية لا سيما في قطاع الصناعة كما أشار مدبولي إلى أن الصانع المصري يتمتع بخبرة وكفاءة ولديه القدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج وأكد مدبولي العمل على تسهيل الإجراءات لتشجيع الصناعة والاستثمار ومضاعفة الموارد الدولارية من خلال توطين الصناعة والعمل على تعزيز التصدير استشد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة مع دخول العدوان يومه 303 واستشد خمسة وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لخيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع كما استشد ثلاثة وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم دير البلح غرب المدينة فيما استشد ثمانية وأصيب آخرون من بينهم أطفال في قصف لمنزل في منطقة الفاخورة شمال غربي مخيم جباليا شمال القطاع كذلك أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائف ورصاص صوب منازل قبالت شاطئ مدينة غزة فيما شن طيران الاحتلال غارات على الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثرى عملية طعن نفذها شخص في مدينة حلون جنوبي تل أبيب وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الشرطة تلقت بلاغا بوقوع العملية في شارع موشي دايان فتوجهت عناصرها للمنطقة وقتلوا منفذ الهجوم على الفور وقرب حديقة مجاورة عثر على إسرائيلي مصابا بجروح قاتلة وآخر مصابا بجروح خطيرة بحث وزير الخارجي الفرنسي ستيفان سيجورني مع نظيره الأمريكي أنتني بلينكين تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط واتفق الجانبان على مواصلة دعوة جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل منع أي اضطرابات إقليمية من شأنها أن تخلف عواقب مدمرة على دول المنطقة كما نقش الطرفان آفاق السلام بدءا بوقف إطلاق نار دائم في غزة طلبت الحكومة الأردنية من رعاياها مغادرة لبنان بأقرب وقت ممكن وسط مخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق وقالت وزارة الخارجية الأردنية أنها تهيب بالمواطنين لعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن كما طلبت من المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن وأضاف البيان أن هذه التوصية تأتي من منطلق الاستعداد لأي تطورات في ضوء الوضع الإقليمي والحرص على سلامة المواطنين أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على قصف إسرائيلي أصاب مدنيين في جنوب لبنان وقال الحزب في بيان أنه قام بقصف منطقة جديدة وهي بيت هلل في شمال إسرائيل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية خصوصا الاعتداءات التي طالت قريتي كافر كلا وذير سريان وإصابة مدنيين وكانت وزارة السحة اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بإصابة ستة مدنيين بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان أشهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي باستهداف قواته لمواقع عسكرية ومنشآت للنفط تعود لموسكو وقال زيلانسكي أن كل ضربة ترد بشكل دقيق على القنابل الروسية تدمر تجهيزات وقواعد روسية وتصاعب مهمتها بالبقاء في أراضي بلاده لفتان إلى أن كل ضربة تجعل نهاية الحرب أقرب انتهى مجازو التاسعة وعودة لاستكمال بقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل